أهلا بكم مجددا في قضية هذه الليلة من برنامج لم أشمل قضية الليلة هي الجريمة لعلها من أبرز المواضيع التي تؤرق بال السوريين في سوريا في الفترات الأخيرة حيث سجلت مناطق سيطرة النظام عدة جرائم قتل غريبة الأطوار إذ لجأ أفراد وعائلات لحل خلافاتهم الشخصية بالقنابل وذلك مثل ما تابعنا ومثل ما حدث في دمشق وترطوس كما سجلت أحداث مشابهة في الساحل السوري ومدينة حلب أيضا لجرائم تم تقييدها ضد مجهول وأخرى ما زالت الجهات وسمية لدى الأسد تبحث عن الفاعل لكن السؤال يبقى همام ماذا كانت تفعل هذه القنابل بأيديهم ومن سهل انتشارها بين الناس وأيضا ما الذي تعنيه عودة الناس لحل خلافاتهم بالقوة بعيدا عن أجهزة النظام أقصد هنا الشرطة وأيضا باقي الأجهزة الأمنية هذه القصة ستكون محور قضية الليلة ولكن بعد متابعة هذا التقرير لم يمضي وقت على حادثة تفجير أحد المدنيين قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس حتى تلتها حوادث مشابهة تعكس واقع الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح في مناطق سيطرة النظام فهنا خلاف عائلي آخر يستخدم فيه السلاح نفسه وهو القنابل اليدوية من قبل شخص في ريف طرطوس على زوجته وأولاده أسفرت عن إصابتهم وآخر في ريف دمشق قتلت فيها سيدة إثرى رمي زوجها قنبلة أمام منزل أهلها تكرار هذا النوع من الجرائم بشكل قياسي وطريقة تعاطي الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد جعلت منها مادة للسخريات والتندر لدى كثير من السوريين في واقع أصبح عنوانه مضحكا مبكيا فمن يرصد تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي يراحض استخدام العديد منهم رموزا تعبيرية لقنابل أو كما تسمى بالرمانات في تعبيرهم عن صخطهم أو انتقادهم لقرار حكوميا أو ضيق معيشي أما عن رد النظام ومسؤوليه بشأن تنامي لغة القنابل بين الناس يجيب عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي عمار بلال بالتقليل من شأن ما يحصل بقوله إن الجرائم كانت ترتكب في سوريا حتى قبل الحرب مؤكدا أن سوريا لا تزال من أقل الدول في ارتكاب جرائم القتل الشخصية أو الجنائية في وقت صنفت فيه سوريا بالمرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا بارتفاع مستوى الجريمة بحسب موقع نومبيو المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم في ذاكرة السوريين ثمت جملة عالقة في أذهانهم عند الحديث عن الجرائم ومرتكبيها ندمان ياسيدي ندمان كانت تتردد في برنامج يروج لإنجازات الأجهزة الأمنية أيام حافظ الأسد والزمن يبرهن أن طريقة تعاطي النظام مع ملف الجريمة لم تختلف قط فهي تحصل تحت نظره ويعتم عليها حتى تخرج إلى العلن بأبشع صورها وأكثرها ألما لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالمستشار القانوني ورئيس هيئة القانونين السوريين الأستاذ خالد شهاب الدين معنا من أنطاكيا كما نرحب أيضا بالكاتب والصحفي علي إبراهيم من أصله أستاذ خالد أبدأ معك هي ليست جرائم عادية ما نقرأ عنها أو تعلن عنها وزارة داخلية النظام في مناطق النظام أو حتى في مناطق أخرى من سوريا غرائبية هذه الجرائم وشناعتها تقودنا دائما للسؤال المنطقي عن دوافع مرتكب هذه الجريمة ولكن يذهب بنا هذا السؤال إلى نقطة أخرى وهو السبب العام الانحدار في المستوى المعيشي ما يعيشه السوريون من معاناة في مناطق النظام المشاهد التي رأيناها الانفلات الأمنية الميليشيات المنتشرة في الشوارع انتشار السلاح إضافة إلى أن كونها باتت وفق مراقبين تجارة قد يعتاش منها قادة ميليشيات يتبعون للنظام في مناطقه كيف ترى الموضوع وكيف تتابعه؟ مساء الخير لكم جميعا ما ذكر في التقرير اندل على شيء يدل أن ما ذكرناه سابقا حول غياب السلطة القضائية غياب البوليس الزراع التنفيذي للسلطة القضائية تسلط الأمن تسلط الميليشيات المجموعات الإرهابية التي شكلها بشار الأسد عند اندلاع الثورة بالعام 2011 يما يسيطر الآن على الأرض طبعا مشار الأسد صرع هذه الميليشيات والمجموعات الإرهابية من أجل مساندته في قتل الشعب السوري إلى الآن هو يحتاج هذه الميليشيات لم يقم بحلها يعني برأيك أستاذ خالد خرجت الأمور عن السيطرة في مناطق النظام؟ هل خرجت الأمور عن سيطرة النظام والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بضبط الجريمة التي يرتفع مستواها؟ أول شيء هي خارج عن سيطرته بإرادته لأنه يعلم أنه لم ينتهي الأمر الآن في سوريا لديه معارك من أجل قتل السوريين وبالتالي يريد السرداء هذه الميليشيات الإرهابية التي شكلها أعطى السلطة لفروع المخابرات سحب السلطة من القضاء سحب السلطة من البوليس انتشر السلاح انتشرت القنابل لحقيقة لسنا الآن نحو أمام دولة ما وجود أيضا الاحتلال الإيراني والاحتلال الروسي الذي باته واضح أنه احتلال وليس غزو سيطرة على المؤسسات الآن بشكل واضح الإيرانيين يسيطرون على الأرض حلب غير حلب دمشق الروس أيضا حتى المصانع حتى المعامل نحن لسنا أمام دولة بشار الأسد الآن يعني هو يحكم فقط حتى في بيته لا يحكم تالي تصلت هذه الميليشيات غياب مؤسسات الدولة بدرجة الأولى السلطة القضائية سلطة البوليس التي هي الزراعة التنفيذي للسلطة القضائية من أجل قمع الجرائم من أجل تقصي الجرائم النيابة العامة مهمتها متابعة الجرائم جمع الأدلة القبض على المجرمين أنا أعاقب على ما قاله القاضي والكذب الذي خرج به في إدارة التشريع بوزارة العدل نحن قضاء ونعلم ما كان يجري قبل الثورة والآن مع فساد القضاء قبل الثورة أبدا لم تكن هذه الجرائم ترتكب فقط الشبيحة الذين يقومون بتهريب الدخان عبر المرسيدس كانوا يحملون هذه الأسلحة أما أن ترتكب هذه الجرائم بوضح النهار وبهذا الكم في المحافظات هذا عارع عن الصحة هذا كذب الآن ما يجري في سوريا جرائم فضيعة من عدام الأمان عدام البيئة الآمنة هذا الكلام الذي تفوه به القاضي حقيقة معيب معيب بحق السلطة القضائية هو يسيء للسلطة القضائية التي أصبحت أساسا هي تابعة لبشار الأسس شخصية في القصر الجمهور ليس السلطة القضائية حقيقة مسيسة تماما لم تكن تحدث هذه الجرائم أبدا بهذا الشكل قبل الثورة يعني مثل ما رأينا أنه تكذيب الموضوع والتنصل منه هو ليس بغريب عليهم لكن حسب موقع نوبيو صنفت سوريا بالمرتبة الأولى عربيين والتاسعة عالميا بارتفاع مستوى الجريمة اسمح لي أنتقل لسيد علي سعد مساك من الجديد ذكرت تقرية عدة جرائم وانفجارات بمناطق سيطرة النظام وهذه الجرائم فقط التي تفت على السطح من خلال مواقع التواصل اجتماعي أكيد فيه جرائم لم يتم فتحها بعد هاليوم الأهالي فقدوا تقاتوا من الأجهزة الأمنية وانتقلوا إلى مرحلة أن كل واحد يأخذ حقه وغير حقه بإيده مساء الخير الدولة السورية أو النظام السوري بين القوسين فقد هيبة أمار المدنيين الموجودين في سوريا أن الناس تأخذ حقه بإيده بالعموم نعم هذه النقطة النقطة الأولى والنقطة الثانية فينا نقول أنه المدنيين في سوريا الآن أغلبهم ليسوا مدنيين بالمعنى بشكل حرفي هم متطوعين أما لدى أجهزة أمنية أو متطوعين لدى قطعات عسكرية كما تفضل القاضي بكلامه أنه ببداية الثورة النظام بدأ بتسليح المدنيين وأصبح السلاح مشاع ومتفلت بين يدين المدنيين يعني تقصد أوجد لجان معرفة باللجان المحلية في بعض الأحياء ولم يسلح كل المدنيين هو سلح بعض الفئات من المدنيين صحيح ممن كانوا متطوعين في صفوفه تحت مسمى اللجان المحلية أو الشعبية اللجان الشعبية النظام سلح قسم كبير من المدنيين هم اللجان الشعبية الآن في سوريا الغالبية العظمى لكي أن تكون أنت إنسان محمي في سوريا يجب أن تتبع لإحدى الولاءات الموجودة داخل سوريا أما يكون لك حماية إيرانية أو يكون لك حماية روسية أو تابع لحزب الله بشكل أو بآخر أو تابع لفرع أمني أو تابع لقطع عسكرية بالعموم أنا أعرف كثير من الأشخاص في سوريا لديهم هويات عسكرية وهم بالعموم هو إنسان مدني ولكن له هوية عسكرية يجوز له حمل السلاح عدم وجود سلطة للدولة حقيقية وموجودة على الأرض وسقطت هيبت هذه المنظومة الحاكمة عند الناس عند كثير من الناس لما رأوهم من تعديات أولا من خلال ضباطه وما حدث بالمدن والمناطق الأخرى حالة الفقر الذي أصبح به الشعب السوري الآن هي نقطة كثير أساسية هذا الفقر خل الناس بمستوى فكري وثقافي وعملياتي مع الآخر محدود بشكل أو بآخر لأنه أصبح مثل ما يقول المثل بدأت تأخذ اللقم من تم الأسد فهذا المثل اليوم المدنيين في سوريا يطبقونه تماما أنك يجب أن تكون قوي القوة كيف؟ إما قوة أمنية أو قوة لولاء عسكري أو قوة السلاح الذي تستطيع أن تملكه يعني في بورصة في سوق في سوريا لشراء الأسلحة والناس أغلب المدنيين وأغلب الناس في سوريا بيعرفوا نوع السلاح وبيعرفوا ما هو سعر هذا السلاح وكيف يتم استجلاب السلاح دخول الميليشيات الخارجية يعني حزب الله عندما يدخل إلى سوريا يأتي بالسلاح إلى سوريا ويأتي بالمخدرات إلى سوريا ويتم توزيعها داخل سوريا ولا يحق للنظام التدخل أو إيقاف لكن السؤال سيد علي يعني مثل ما شفنا بترتوص على ما أذكر يعني هذه الحادثة اللي تم فيها تفجيري يعني قوموا لي كيف تم تهريبة من بين مثل ما بنعرف في عطول في حواجز هل الحواجز كانت عند علم فيها ولا يعني هذا الشخص أغلب ما أذكر هو كان على محامي يعني شخص مدني بين محامي وصهره تماما يعني موضوع عائلي تماما يعني خلاف عائلي نقطة لا الحواجز أكيد ليس لديها علم كيف يعني قنبلية يعني ليس ما عم نقول لاسكين اللي عم نقول مسادس قنبل كيف تم تهريبة كيف يعني اليوم مدني عم يحمل قنبلة ويزدسة أمام مرأة العالم كلها يعني حتى كان في شرطة حوالي وعادي الموضوع تمام هذا المدني المدعوم هذا المدني المدعوم بسوريا للي بيقدر يفوت على أي أي مكان حكومي ما حتى بيفتشه بيقدر يمكن يعيط على ضابط من الشرطة المدنية لأن الشرطة أو وزارة الداخلية ليس لديها هذه السلطة في سوريا اليوم يعني السلطة ممكن هذا المدني نفسه يحمل هوية تابعة لحزب الله لميليشيا حزب الله أو يحمل هوية تابعة للفرق الرابع أو يحمل هوية تابعة للفرع للأمن العسكري أوكي هو مدني بالشكل ولكن هو عسكري ومنضم لميليشيا معينة بالشكل آخر لا يستطيع شرطي من وزارة الداخلية أن يوقفه أو أن يقول له المدني المدعوم بالمعنى الحرفي الذي يملك من الهيبة أمام الناس العاديين أو أمام وزارة الداخلية بالتحديد لليه أضعف شيء يعني الشرطي في سوريا هو اليوم أضعف عنصر يعني أقل قوته أقل من أي عنصر منتسب عنصر منتسب لميليشيا في سوريا اليوم الشرطي شرط المرور أو شرطي وزارة الداخلية لا يستطيع أن يوقف أحد فكيف لحد شخص من المدنيين المدعومين التابعين لبين قوسين يعني لطائفة الأسد بشكل أو بآخر أو لنظام الأسد بالمفهوم العملي أكتر للأسف تفلط هذا السلاح في سوريا سوف يبقى سوف يمتد إلى ما بعد إزالة نظام الأسد اليوم لحد اليوم نشهد تماما بأن لبنان ما يزال بها تفلط من السلاح مع أنه في لبنان انتهت الحرب الأهلية من سنوات طوية من عشرات سنوات وإلى اليوم ما يزال هناك سلاح متفلط السبب عدم وجود دولة حقيقية ووجود ميليشيا موجودة على الأرض في سوريا أيضا عند انتهاء هذا الكابوس السوري من قبل نظام الأسد على الشعب السوري سوف نعاني أيضا من تفلط سلاح مدنيين يخبئون السلاح من ميليشيا بشكل أو بآخر ممكن تدوم في فترة معينة في سوريا فالموضوع يحتاج إلى أضف إلى ذلك عصابات خطف الأطفال وهي حوادث موثقة حتى توثقها عدسات وزارة الداخلية التابعة للنظام بالعودة لأستاذ خالد شهاب الدين أستاذ خالد أنت كنت قاض في سوريا في سوريا من قبل الثورة وتعرف الجو أو المناخ إن صح التعبير اليوم ما مدى فعالية جهاز الشرطة والتحقيقات المتعلقة بالجنايات المرتكبة هل يوجد ثقة بالآلية المعمول بها كنا نتابع من خلال الدراما من خلال البرامج الإذاعية يقدم لنا المحقق وكأنه جيمس بوند هل هذا حقيقي؟ الحقيقة قبل الثورة كان هناك تحقيقات وكان هناك قمع للجرائم وملاحقة نسبة بسيطة التي تتدخل بها الدولة عبر القصر الجمهوري أو القيادة يمكن أن يتم التلاعب ببعض القضايا لكن بهذا الشكل أبدا الوضع الآن مختلف تماما مئة بالمئة عن الوضع قبل الثورة الآن انفلات تام لا تحقيق بالجرائم ممنوع أساسا أنا أتحدى أن يصدر قاضي تحقيق أو قاضي في السلطة المدنية أو القضاء العسكري مذكر التوقيف بأحد ليس قادة ميليشيات بل عناصر بالميليشيات الحقيقة الموضوع القضاء الآن لا يوجد قضاء لا يوجد بوليس لا يوجد شرطة لا يوجد أمن جنائي إلا على الضعيف إلا على الضعيف فقط الذي ليس له أحد نهائيا يمكن أن يتم معاقبته وبالتالي إذا قام بذفع الرشوة يمكن أن يتفل من أجل المفاوضات كان يأتي بعض من الداخل من المعارضة الداخل الكلام خطير جدا تأتي الميليشيات إلى المنزل وتقول أنا أريد منك مبلغ كذا معك أسبوع لم تدفع هذا المبلغ سأأتي وأخذ إما زوجتك أو ابنتك لا يستطيع أن تكلم بكلمة أو يذهب ويشتكي للسلطة القضائية أو للبوليس هذا الكلام ليس من عندي تكلم به الموجود في مناطق النظام أنا أقول له موالي ليس معارضة أساسا هذا ما يحصل حقيقة الآن أي سلطة موجودة الأمن هو من يسيطر المخابرات القضاء لا يمكن أن يصدر مذكرات توقيف نهائيا بحق الميليشيات حتى من قام بتفجير القنبلة أمام القصر العدي بطرطوس أنا أعلم يعني علمته هو أحد قادة الميليشيات ويعني زهب مات طيب برأيك اليوم يعني بعيدا عن انتشار السلاح الطعام غير موجود الشراب غير موجود يعني هنا هذه النقطة التي كنت أود التطرق إليها أستاذ خالد يعني اليوم لا نريد أن نربط الموضوع أيضا فقط بانتشار الميليشيات وانتشار السلاح والانفلات الأمنية وتقاعص الأجهزة الأمنية وكل ذلك اليوم هناك مستوى صنفته المؤشرات العالمية مؤشر نومبيو لقياس مستوى العيش والمتخصص بجمع البيانات والأحصاءات صنف دمشق بالمستوى العالي منذ ثلاث سنوات وإلى اليوم أيضا مدينة حلب أعلى منها بالعالي جدا صنف مستوى الجريمة فيها وبعض الجرائم المرتكبة لا علاقة لعسكري أو لحاجز أو لأمن أو عناصر أمن بها هناك أسباب ربما مرتبطة بالحالة التي وصل إليها الوضع الاقتصادي للبلد الوضع الأمني للبلد هناك حالة نفسية أيضا تقف خلف الدوافع التي تدفع مرتكب الجريمة لأن يرتكب جريمته لو تحدثنا بعض المعلومات في علم الجريمة ما الذي سبب وأدى إلى ارتفاع الجريمة بهذا الشكل المخيف المرعب هناك مناطق في الريف في مناطق النظام هناك مناطق في الريف الناس السكان يخافون الخروج من منازلهم في حال ليلت كما يقولون بالعامية الحقيقة الدارس للعلم القانوني يعلم أن هناك أحد المواد اسمها علم الإجرام وعلم العقاب التي تتحدث عن الجريمة وهل هناك مورسات هل يكون المجرم بالفترة أو تأثير الظروف طبعا ما يجري في سوريا الآن له أثر كبير الوضع الاقتصادي الوضع النفسي هذا زاد من الجريمة وله سبب كبير في زيادة الجريمة الآن الخطف لماذا يتم الخطف من أجل الحصول على المال لماذا يتم القتل أحيانا يتم القتل من أجل الحصول على الغزاء طبعا لها هذه الظروف زادت من الجرائم وهذا يعني على مستوى علمي سابت يعني في علم الإجرام وعلم العقاب نحن عندما نتحدث عن الميليشيات لا ننفي الأسباب الأخرى قولا واحدا لكن نذكر الأسباب الرئيسية وأنا أقول أيضا الضغط النفسي الآن لدى السوريين في مناطق النظام خاصة حقيقة سيولد جرائم وليس جريمة الناس الآن تذهب لتشتري حاجيات الحاجيات غير موجودة الغزاء غالي المازوت البترول يعني الاحتيارات الأساسية هذا سيولد سيولد تفكير سيولد ضغط نفسي خاصة صاحب الأول نحن لا نبرر لكن هذا علم يعني كسرة الضغط تولد الانفجار هذه الجرائم سببها من يأكل الشاورمة والشعب جائع حقيقتان انظر ما حصل في الشهر الماضي والقبل الشهر الماضي طبعا هي الجريمة الكبرى بحق السوريين هو بقاء الحال على ما هو عليها الاستعساء السياسي يعني لا يمكن ان لا نربط هذا بهذا هذه النقطة بتلك نور هل لديك اضافة بأي؟ نعم ربما سيد علي ممكن يشاركنا بهذا النقاش يعني الأمور في سوريا إلى أين تتجه وأيضا اسمعنا من أستاذ خالد تعليقه حول ما قاله عضو إدارة التشرية في وزارة العدل القاضي عمار بلال يعني يقول أن سوريا تزال من أقل الدول في ارتكاب جراء من قد وقد تحدث زميلي مؤمن عن عدة مواقع ذكرت واقع الجريمة العالي في سوريا وتحديدا في دمشق وحلب رأيك بهذا الموضوع وأيضا إلى أين تتجه الأمور في سوريا من المستحيل أن يكون مستوى الجريمة في سوريا منخفض لا أسباب تفضل بذكر الأخذ القاضي وأيضا لأسباب أخرى الفقر يعني الفقر هي بيئة سليمة للجريمة فبالتأكيد عندما يكون هناك مجتمع فقير بالنهاية يكون في جريمة مستوها عالي فلا يستطيع هذا القاضي أو ذاك من النظام أن يقول لا لا سوريا هي بمستوى جريمة منخفض من الدول الأخرى مستحيل هذا الشيء يكون طبيعي أصلا بشكل علمي هذا الفقر سوف يسبب جريمة الفقر سوف يسبب إتجار بالمخدرات الفقر بحق الإنسان بشكل عام أما إلى أن تتجه الأوضاع في سوريا للأسد يعني ما يزال نظام أسد متحكم بما أنه نظام فاشل وسقط سقطت شرعيته وسقطت حيبته على الأرض في سوريا وأصبح متحكم في سوريا اليوم هو ميليشيات وقيادات عصابات لن يكون هناك منفذ ومستقبل لسوريا حقيقة إلا بالخلاص من النظام متى يتم الخلاص من النظام عندما يجتمع السوريون جميعا على كلمة وحدة وعندما يجتمع المجتمع الدولي للأسف الذي لم يعطينا حقنا بإطاحة هذا النظام والخلاص من هذا النظام من أجل هذا الشعب المنكوب اليوم في سوريا أنا قلت أن هناك الكثير من المدنيين هم بصفة أو بأخرى هم عسكريون بهويات لأن يحموا نفسهم ولكن هناك أيضا هذا جزء الكبير يعرف تماما بأن هذا النظام هو نظام قاتل يعرف أن النظام هو نظام فاشل يفهم تماما بأنك لم تكن قوي ممكن تروح في غياه بالسجون عندنا ألاف ومئات ألاف المعتقلين في السجون فيجب عليك أن تكون قوي يجب عليك أن تتبع بشكل أو بآخر ولو مراءات وهذا أصل المشكلة أن تتبع لهذا النظام أو ترأي هذا النظام مشاكل كثيرة اليوم إلى أي حد أصبح من السهل الوصول إلى السلاح في سوريا يعني نود أن نتحدث عن مناطق النظام وعن مناطق المعارضة اليوم عزيزي المواطن إن ردت شراء السلاح ليس عليك إلا أن تفتح تطبيق تليجرام لتجد بأن هناك مجموعات تبيع السلاح بكل سهولة تبيع الكلاشنكوف تبيع المسدس تبيع القنبلة تبيع الروسية كما يقولون عنها كل هذه الأسلحة هل رصدت أي من هذه المظاهر من خلال وسائل التواصل التي باتت سوقا لبيع المخدرات والسلاح أيضا ما يؤدي بالطبيعة الحال إلى ارتفاع مستوى الجريمة عليه تماما تماما كما تفضلت حضرتك وسائل التواصل يعني بأحدى المرات كنت عم يقوم ببحث ومكتوب بورصة السلاح في سوريا ولبنان وليبيا طبعا يعتبر بورصة داخل داخل هذه الدول للأسف بمعنى السلاح متفلت بها تجارة يعتاش منها أمراء الحرب أليس كذلك؟ تماما يعتاش منها أمراء الحرب يعتاش منها ضباط الجيش يعتاش منها المرتزقة الخارجية حزب الله الكل يعتاش من هذا السلاح المتفلت تستطيع شراء به عبر الإنترنت عبر الصفحات الشخصية أو عبر المعارف الشخصية أيضا الموضوع صار بسيط لدرجة أنه بإمكانك أن تتصل بفولان وتطلب منه قطعة من السلاح في سوريا عند المعارضة بأماكن تواجد المعارضة وبأماكن تواجد النظام للأسف هذا السلاح المتفلت كارثة كبرى على الشعب السوري بالنهاية الشخص نفسيا عندما يحمل السلاح وليس هناك ضوابط قانونية تستطيع أن تلجمه عن استخدام هذا السلاح بشكل أو بآخر أن نفس البشرية سوف تقوم باستخدام هذا السلاح كيف سيتم استخدام هذا السلاح بشكل سلبي بشكل سيء باتجاه الآخرين باتجاه التصفيات الشخصية والعائلية نعم سيد خالد يعني أود الختام معك يعني مثل ما كنا بنقاش أنا والسيد علي وأيضا الزميل همام يعني هناك تجارة رائجة للسلاح وأيضا المخدرات عبر السوشيل ميديا بمواقع مخصصة لهذا الموضوع وأيضا تضرب المال الكثير على تجار الحرب يعني برأيك إلى أي حد موضوع المخدرات أيضا هو السبب بانتشار هذه المظاهر الإجرامية من قنابل وأيضا تفجيرات يعني المخدرات سبب أساسي في الجرائم نحن نعلم جميعا أسر المخدرات على الإنسان عندما يأخذ المخدرات على دماغه على عقليته وبالتالي هي تمهيد لارتكاب الجرائم هي أحد الأسباب الرئيسية التي تمهيد لارتكاب جرائم القتل جرائم السلب بالعنف جرائم القطف الذي يأخذ المخدرات يصبح في عالم آخر دماغه في عالم آخر تماما وبالتالي هو طريق أساسي لارتكاب الجرائم بشدة أنواعها سواء الخطف أو القتل أو السلب العنف يعني المخدرات خطيرة جدا للأسف حتى الآن كما تحدثت الزميل وتحدثتهم واليوم سوريا دولة الكيبتاجون دولة مصدرة نعم للكيبتاجون ولنبات الكيب بالأمس القريب بالأستاذ الكريم تم كشف معامل في الشمال لصناعة المخدرات في عفرين صحيح ومعامل الفقر الرابعة تنتشر رغم لا تقارب الجرائم نعم ومعامل الفقر الرابعة تنتشر لكن هذا لا يعفيهم في منطقة القلبون لا يعفيهم أبدا ما يجري في الشمال خطأ كبير أيضا على كل حال نتساءل نحن عن أسباب ارتفاع معدل الجريمة نور في سوريا بشكل عام وهو سؤال مشروع لكن بالمحصلة أكبر جريمة ترتكب بحقنا هو استمرار الحال على ما هو عليه هو عدم تنحي النظام هو عنفية النظام في التعامل مع السوريين وما نتج عن هذه العنفية من واقع نتابعه الآن نتاعش طويلت لأما دروبا بعد استمر السنوات تنذكر ضيخنا وهنا الخوف من المستقبل من هذه النتائج التي ستظهر مستقبلا كما تحدثت أريد أن أشكر جزيلا شكر المستشار القانون ورئيس حيئة القانون السوري من أنطاكيا خالد شهاب الدين أشكر كذلك الكاتب الصحفي علي إبراهيم من أوسلونور نعم مشاهدينا فاصل وأكيد سيكون معنا الزميل فراد بآخر أخبار الرياضة شكرا للمشاهدة